بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائنا طلاب الصف الأول السنة وإن شاء الله النهاردة معنا test on units 3-4 من كراسة المعاصر للمراجع أو من بوكلة المعاصر ولكن دايما مع بعض اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بنسبة عندنا النمبر 1 it should the two correct answers out of the five options given هنختار إجابتين من بين خمس إجابات نمبر 1 the driver was fined يعني الصائق تم تغريمه because he had his pay the traffic law because he لأنه عمله في قانون المرور supported damo kept stammer fee broken يعني خلفه طبعا هنا broken issued طبعا هنا يقاضي أو يناقش ولا disobeyed طبعا هنا disobeyed لأنه خلفه broken أو او طبعا disobeyed يعني لم يطيع voluntary can't be antonymes with voluntary يعني تطوعي can be antonymes ممكن تكون antonymes يعني مضاد with plumb طبعا انتفاخ compulsory طبعا compulsory يعني اكباري مشتطوعي أو obligatory obligatory يعني الزامي الزامي أو compulsory يعني اكباري بنسبة عندنا two the correct answer from a b c or d if something is based wrong طبعا اسمها do wrong يبقى هنا if something does wrong with the car call the garage يعني اتصل and then number four you don't have to answer this question مش مضطرة اجب على هذا السؤال as it's social اجتماعي advisory نصحي optional طبعا هنا optionally optional يعني اختيار لكن compulsory اكباري instructions التعليمات are always put on this piece التعليمات دايما بتعلق عليه for everyone to read لكل شخص يقرأ طبعا هنا notice board notice board يعني لوحة الاعلانات لكن communication اتصال connection wrapped forecast لنشرة التقس this piece of opinions should be respected يعني ايه في الاراء يجب ان تحترم even if you don't like it حتى لو انت مش بتحبها leader قائد friendship صداقة diversity طبعا هنا diversity اللي هو التنوى the old family العائلة القديمة في house او منزل العائلة القديم is a space by my grandparents is populated يعني يعمر population اللي هو السكان polluted ملوث pollution التلوث طبعا هنا populated يعني يعمر او يسكنوا او يقتنوا اجدادي is peace isn't allowed and it's considered a crime اللي ممنوع او غير مسموح بيه وده يعتبر جريمة طبعا polling polling اللي هو التنمر finally she space how to use the smart phones finally في النية هي تعلمت how to use ازاي تستخدم smartphone now she can serve within it الان هي اصبحت serve تتقن الان now finally she has learned has learned حدث بدأ في الماضي وما زال مستمر او اصار موجودة عمر is best waste this his time عمر doesn't doesn't waste this ولا never طبعا never لو قلنا doesn't يبقى doesn't waste ولكن عندنا الفرب فيه اص يبقى never لانها التنفي ولا تغير من فورم او من شكل الفعل i have had lunch i have had lunch already already بتأتي في نهاية الجملة المسبثة او او السؤال لتؤكد حدوث الفعل ولكن ياتفي النفي just بتكون قبل التصريف الثالث so far لان حتى لا نلاقي جملة بتقول ان هو خلاص i have had lunch already france and italy are european a european طبعا لو قلت a european country دولة فقط ولكن countries يبقى no article ليه لانا عندنا الاسم اللي جاي بعد الصفة european countries جمع فجمع يبقى لا تصبك بايه او اين ولكن لو قلت هنا فرانس is a european country دولة اوروبية ولكن دي countries جامع يبقى no article is there any information المعلومات عن كاوانتبل ناون اسم لا يعد طوام المعاملة المفرد يعني نجب معاها ازة i am very busy انا مشغول جدا i have a space work to do انا عنده عمل كتير i have lots of work او ممكن اقول a lot of لكن منفعش اغلط من غير of وافيو طبعا مع الكاوانتبل الاسم المعدود وقالتل مع الان كاوانتبل بس بتدل على القلة لانا عنده عمل كسير a lot of work it's the first time i have ever عارفين ان عندنا it's the first time من التعبيرات اللي دلة او بتيجي معها ever ever traveled alone اول مرة مسافر بمفردي i need طبعا الانفورميشن ان الانفورميشن عنك وانتبل ناون والقملة مزبطة هبا i need some information بعد كده عندنا passage read the following passage then answer the questions وهن اجب على الاسهلة after having an accident بعد الاصابة او تعرض لحادث on the highway على الطريق السرية a traveler wanted to describe the experience he had يعني مسافر يوصف التقربة اللي هو خضها a first responder is someone who immediately tries to help with some incident that occurs يعني اول رد فعل او مستجيب شخصه هو immediately في الحال في الحال حاول ان هو يساعد with some incident حادث ذات كرد مع الحادث الذي يوقع this could be a response ده ممكن نسمي استجابة to someone who is heart يعني اصيبة or injured or مصاب a natural disaster يعني كرثة طبيعية or maybe your pet او ربما شخص الف needs help يعني your pet needs يعني او حيوان الف محتاج مساعدة the response the response might be at your house ممكن الرد ده يكون في المنزلك or in your neighborhood او الحي when called لما تنادي the first responder يعني المستجيب الاول is trained to come right away يعني يأتي رتوي في الحال a quick response الرد او الاستجابة السريعة is the surest way يعني ابضل طريقة مؤكدة that the incident can be resolved ان الحادث ده يعني يحل in the shortest time في اقصر وقت and with the least amount of damage واقل كمية من الخطر او التلف to individuals للأفراد and to property والملكية a first responder is responsible for the protection a first responder يعني المستجيب الاول is the response is responsible بيكون مسؤول for the protection بيكون مسؤول عن حماية and preservation of life والمصابرة في الحياة the property والملكية evidence and environment evidence اللي هو الدليل والابيئة they are trained in many areas بيتضربوا في مناطق كثيرة like emergency الطوارئ management dora public health الصحة العامة clinical care الرعاية العلاجية public works اعمال عامة and in operating equipment او معدات طبعا operating تشغيل together يعني معان they work to provide support بيعملوا معان لإمددنا بالدعم service او خرامات دعمة at the honest as the honest of an incident يعني honest of an incident يعني في حوايث honest means at the early stages honest يعني معانا في المراحل الاولى they work to help in all response areas في المناطق of prevention اللي فيها وقاية response رد فال and recovery يعني الوشفاء calling for emergency الطلب النجدة is one way يعني واحدة you can ask for help وتطلب فيها مساعدة from first responders من المستجيب الاول you should know when it's appropriate to call this emergency help number يعني you should know you يجب ان انت تعرف when it's appropriate to call it تكون مناسبة للاتصال بالطوارق help number او رقم الطوارق للنجدة but it should be prevented ولكن يجب ان انت تمنع in cases في حالات that aren't emergencies يعني ليست طوارق it wastes people's time بتهدر اوقاتهم and it takes away resources needed for other emergency situations او بتاخد الموارد دي لمناطق تكون فيها موقف اه طبعا هنا emergency طارقة اكتر او حالات طوارق اشد we salute those people نحن نحيي هؤلاء الناس who are first responders اللي يكونون اوائل المستجيبين and thank them for their quick responses ونشكرهم على استجابتهم السريعة to help out للمساعدة in situations في المواقف when needed تكون في حاجة اليها if the first responders didn't answer the call لو المستجيب الاول لم يرد على الاتصال nothing would happen مفيش شيء هيحدث people will go to their place الناس هتذهب لاماكنها someone may be hard ربما شخص يصاب neither maybe مفيش ولا حاجة بالدول طبعا هنا someone may be hard يعني ربما ان شخص يوزى لو مفيش رد او استجابة the first responders يعني المستجيبين الاوائل save people in accidents accidents بيحمل الناس في المواقف call for emergency emergency بيتصولوا بالطوارب can't help when a house is burned down لا يستطعون المساعدة لما يكون المنزل في احتراق طبعا هنا save people in accidents للمستجيبين الاوائل بينقذوا حياة الناس when there is no emergency لما ما يكونش في طوارب we should go and help the first responders يجب ان احنا نذهب ونساعد كمستجيبين should be found to know the work of the first responders اه نتصر ونعرف عمل المستجيبين الاوائل my must not بسم الله الرحمن الرحيم عزاني الطلبة طلاب المرحلة الابتدائية معنا قناة سبحان وضاء الحياة حلوة تعرض دروس اللغة الانجليزية لصف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي من بالنسبة لطلاب المرحلة الاعدادية قناة علي جودة هتعرض بالنسبة لصف الاول والثاني والثالث الاعدادي اللغة الانجليزية بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية قناة سر التفوق والنجاع بالصف الاول والثاني والثالث الثانوي ومننساش كلنا نعمل subscribe واشتراك لو مكناش مشتركين عشان ليوصل لكل كده والسلام عليكم ورحمة phone first responders لا يجب الاتصال should go to thank first responders يجب ان احنا نذهب ونشكر المستقبلين طبعا هنا when there is no emergency ما يكونش فيه حال التغارب we should go يجب ان احنا نذهب and help ونساعد the first three paragraphs speak about اول ثلاث باراغرافات معنا بتكلم عن management الاضانة damage the teleph responders recovery المستقبين ولا recovery الشفاء طبعا هنا responders اول باراغرافات معنا بتكلم عن responders المستقبين the best word to replace the underlying word recovery هنختار ايجابتين recovery طبعا الشفاء return healing اللي هو الالتقام healing ولا reply الرد ولا resize يعيد القياس resortation resortation ايه طبعا هنا recovery ممكن healing اللي هو الالتقام او المعافية يعني restoration اللي هو الرجوع او الاحياء restoration طبعا restoration احياء او healing اللي هو الالتقام يبعينا recovery المعافية the best title for the passage افضل عنوان للقطع can be emergency طوارب neighborhood الحي protection الحماية car socialism السباق سيارات rescue and cause طبعا هنا rescue and cause يعني هنا بانقذق the word salute يعني حيي can have the same طبعا هنا rescue or protection rescue or protection حماية the word solution salute can have the same meaning as يريد يحيي او ولكم يعني يحيي ايه باركنا هدنا translation translate into arabic ترجم الى العربية practicing activities at school is of great importance students should get that chance to participate effectively in such activities practicing activities ممارسة ان ممارسة الانشطة في المدرسة is of great importance لها اهمية عظيمة students should get that chance يجب ان يحصل الطلاب على فرصة تبارتسبت للمشاركة effectively بفاعلية in such activities في هذه الانشطة as they teach them operation فهو يعلمهم التعاون discipline and the both and self-reliance self-reliance اللي هو الاعتماد على الزات عندنا بالنسبة لترانزلات into english تمتلى حياتنا اليومية بالكثير من الحياة يبقى our daily life is full of is full of a lot of challenges a lot of challenges a lot of challenges التي تتطلب which require الصبر patience التعاون الكوبرايشن والعمل الجاد hard work للتغلب عليها to overcome لتحقيق كل امناتنا to overcome to achieve all our wishes امنا hopes وامال وطننا and the hopes of our country or our home write an essay of about 150 words on the following topic في الموضوع التالي spending free time in a positive way يعني قضاء الوقت فيه بطريقة بزيطف ايجابية تعلموا طبعا المقال موجود علينا معنا على مقالات سنوية عامة او paragraph سنوية عامة تعلموا بعد نتعرف على translation مرة اخرى مو ان ممارسة الانشطة في المدرسة ذات اهمية كبيرة يجب ان يحصل الطلاب على فرصة للمشاركة بفعلية في مثل هذه الانشطة لانا تعلمهم التعاون والانطباط وانتظرنا على اعتماد على ذات من نزوى عندنا لترانسلات into english our daily lives are filled with many challenges that require patience cooperation and hard work to overcome them to achieve all our wishes and the hopes of our homeland and the hopes of our homeland وامال وطننا ومن هنا وصلنا لنا هات حلقة اليوم مع كماناتنا للجميع بالتفوق والنجاح وانتظرونا مع حلقات اخرى thank you